تشهد قلعة نزوة انتعاشا ملحوظا في الحركة السياحية مع بدء الموسم السياحي الشتوي خصوصا في عطلات نهاية الاسبوع حيث تضيف القلعة جسرا للتواصل الإنساني والثقافي من خلال إضافة لوحات تراثية حية للموروث العماني قلعة نزوة بدأت تستخدم أعداد مرضية من بداية الموسم من بداية شهر أكتوبر تقريبا وفي هذا الموسم أضفنا الكثير من الأنشطة إضافة إلى الأنشطة السابقة لتعزيز تقربة السايح وكذلك لإثراء المجتمع المحلي في مختلف الحرف والفعالية يجول الزوار بإعجاب بين مختلف أركان هذا الصرح العريق التي صممت خصيصا لنقل المشهد القديم لحياة الأجداد فبعض التفاصيل لم تعد موجودة في الحياة العصرية لا سيما بعض الحرف اليدوية التي يتوقف عندها المتجول مستمتعا بمفردات التراث المحلي أضفنا كثير من الحرف والأنشطة الزراعية طلعت عليها كذلك في الكثير من التقارب أضفنا عنصر التقربة من السايح يقرب الحرف الموجودة داخل القلعة بالإضافة إلى خدمات التغذية والواجبات تكون عمانية بأيدي عمانية من المجتمع المحلي أجواء تثر الحراك السياحي ويقرأ الزائر خلال جولته الدور الكبير الذي قدمه العمانيون من سعي وعمل فازدهر به حاضرهم لتضف هذه التفاصيل بعدا جديدا جاذبا في الموسم السياحي وهكذا تستمر فعاليات قلعة نزوة كنافذة يطل من خلالها الزوار على الكنوز التراثية والثقافية التي تزخر بها سلطنة عمان علي بن جمع الريامي محافظة الداخلية ولاية نزوة